النهاردة وزير الخارجية السيد سبح شكري قال تصريحات متعلقة بالملف المصري الإيطالي والأزمة اللي حاصلة حوالين الشاب ريجيني وزير الخارجية الحقيقة قال كلام أنا في رأيي أنه لم يضف جديدا ولم يضع شيئا جديدا تحت الشمس قال أن ملف التحقيقات في مقتل ريجيني لم يغلق طيب متشكرين وقال أن التعاون مع إيطاليا مستمر طيب متشكرين هو السؤال المهم هل ده موقف الجانب الإيطالي يا معالي وزير الخارجية مش عارف هل الجانب الإيطالي الكلام اللي احنا سمعناه من ثلاثة أيام بعد وصول الوفد المصري برئاسة النائب العام المساعد إلى روما ثم المفاجأة غير السارة اللي علنتها إيطاليا بأنه تم تجميد تم تجميد اللقاءات اللي حصلة لأنهما شافوا أنه فيه عدم تعاون من وجهة نظرهم من الجانب المصري وأن الوفد المصري اللي مسافر مسافر بورق مش كامل وورق مكتوب باللغة العامية المصرية ومش مترجم بالشكل الكافي وما فيهوش المعلومات اللي اتطلبت وما فيهوش بعض التسجيلات أو الوثائق اللي اتطلبت حوالين بعض الاتصالات اللي تمت في حي الدقي مش عايب إيه ده كان طلبات للجانب الإيطالي فالجانب الإيطالي من وجهة نظره أن الجانب المصري لم يفي بتعهداته أو بكل طلبات الجانب الإيطالي فجمد المفاوضات وامخبطنا القرار السخيف اللي ألمنا كثيرا وهو استدعاء السفير الإيطالي في القاهرة للتشاور فسؤالي لمعالي وزير الخارجية هل التصريحات اللي معاليك قلتها النهاردة دي هو ده نفس موقف الجانب الإيطالي هل الجانب الإيطالي لسه بيقول لحد النهاردة أن التحقيقات مع الجانب المصري مستمرة وأن التعاون بنا مستمر لو يقصد وزير الخارجية التعاون مع إيطاليا على المستوى العلاقات السياسية وبتاعها طبعا إيطاليا ما قطعتش علاقتها الدمتماسية والسياسية مع مصر فعلى مستوى العلاقات الاقتصادية على مستوى العلاقات السياسية شغالة لكن على مستوى التحقيقات وعلى مستوى العلاقات في ملف أزمة رجيني أعتقد أنه لا في مشكلة ويجب أن نعترف بيها علشان نحلها وكلمتي اللي قلتها وبقولها اللي قلتها وبقولها يا أجهزة الأمن المصرية والله لا أحملكم فوق طاقتكم ولا أتهمكم بشيء بس أنا أناشدكم والله ثم الوطن إذا كانت لديكم الحقيقة فلتعلنوها إذا كان هناك تجاوز حدث ما فيش أي مشكلة بالعكس حنسقف لما نحس أننا بنعاقب المخالفين عندنا قبل ما الآخر هو اللي يتهمنا ويعاقب المخالفين عندنا أرجوكم إذا كانت لديكم الحقيقة وتخجلون من الإعلان عنها لا تخجلوا اعلنوها ولكم ساعتها التقدير أما إذا أعلنت الحقيقة من الجانب الآخر ستكون المصيبة أعظم